في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب وتقديرا للجهود التي بذلها الثنائي الشابان محمد اليافعي رئيس جمعية رعاية وتأهيل الصم وسامح الشيباني أمين عام الجمعية في محافظة أبيان والذي مثل نموذجا يحتذا به للشباب المكافح وتخصيف معاناة دوي الاحتياجات الخاصة من الصم وخلال حفل التكريم الذي حضره مدير عام مديرية زنجبار المهندس مختار الشددي ورئيس مؤسسة أبيان للتنمية الدكتور فوزي النخعي أكد مدير عام مكتب الإعلام محافظة أبيان دكتور ياسر باعزب أن هذا التكريم للرئيس الجمعية رعاية وتأهيل الصم وأمينه العام يأتي إجلالا وتقديرا للجهود التي يقدمونها في رعاية الصم وتشجيعهم وتحفيزهم ليكونوا عناصر فاعلين ومؤثرين في المجتمع